أستاذنا الغالي سؤال آخر لو سمحت هل هناك فعلاً إمكانية لمستقبل للمنظمات المحلية بأن تصبح يوماً ما منظمات عالمية دولية؟ هل هناك فعلاً للمنظمات المحلية؟ نعم، تفكر على مستوى المحلي لكن تخطط على المستوى العالمي أحد هذه المؤسسات هي الغاثة الإسلامية، وأصبحت شيء في أربعين أو خمسين أو خمسين دولة وكانت تصبح شيء في أربعين أو خمسين أو خمسين دولة 40 عامات المحلية وأصبح أنها وجود عالمي، وكانت تصبح مكان في المحلية في المنظمات المتحدة الآن دولة 2 MSF، ما تبقى بلا حدود بدء السنفرنتير، بدأت على مستوى فرنسا ودالوقت تشتغل في عشرات الدول دون دعم من الحكومة مثل كما أنESTYH مطلقة من المدكسيين المفرمات بدأت في حرنا و مبدأ في حرنا والدنيا حمزة مقدرة تعمل في أسد المدارات باعدادة من تفاعد للمشاركات أو كؤون مميزة المواسطة التانية المسطة مواسطة التالية والي أبراك بدأت كفكرة دي إنه هو الأسواق الخارية أو المحادة الخارية نشجع المرأة ونفعلها عن إنتاج وبيع المنتجات دي في المحادة الخارية بدأت في محادة الخارية بدأت في محادة الخارية من الناس ونفعل هذه المحادة في المحادة الخارية في بانقردش، لديها أمريكا، 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 أمريكا محادة الخاري ويبنسبت أنه محادة الخارية في مؤسسة أخرى اسمها إيدي فاؤنديشن مؤسسة إيدي، بمسطار إيدي، بدأت كمبادرة في باكستان في ١٨٩١ ثم تحويلت أكبر أسطول لعربات الإصعاف لينقذ ألاف من المرضى أو عشارات الألاف من المرضى كل عام إيلي فاoundation started in 1951 as a small initiative by Absettar إيدي رحمة الله علي on the ambulance services and now it became the largest provider of emergency response medical response to the people saving lives of tens of thousands of people on the national level in Pakistan من الكويت من الكويت في مؤسما Direct 8 معاون المباشر بدأت في أول الثمانيات started at the beginning of the 80s from Kuwait in Malawi مكتب في أفرقيا ومكتب في أليم started at the beginning of the 80s having a small office in Malawi at the time it was called Africa Africa and the Africa Muslim agency now it's called direct aid and had more than 35 countries in Africa as well as one country one office working with 35 countries in Africa and another office in Yemen Qatar Charity Qatar Charity Qatar Charity started as for the orphan sponsorship in Qatar Charity now it has 33 or 35 offices in Qatar Qatar Charity بدأت في أول الثمانيات أيضا قامة من الزمانيات أيضا كم التحكم الناس أولادت في الزوحة والوقت إصبح لها أقام 33 مكتب في العرب الآن الأمر 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 أسلامية عالمية في الكويت كويت قامت بصول مجرد كويت مجرد كم شخصة الآن ستكون مجرد حوالت المنظمة الدعوة الإسلامية في الخرطوم ده إسلاميك كل أرغانيزيشن في الخرطوم أبدأ في الخرطوم وإتحاد كان لديه الكثير من أفرق وأصبحنا عشراء المكاتب في أفرق ومشتغل في البلد أخرى غير أفرق من هذه البصد ومعها في أفرق وهذا يفعل الأمثال هذه هي بعض الأمثال هذه هي بعض الأمثال لا تعتقد لا تفكر أو تفكر أن تكون مؤسسة عالمياً لأنك تكون مجموعة أو مجموعة أو مجموعة أو مجموعة هناك مؤسسة بطولة عالمية لا يوجد مؤسسة عالمياً إلا إذا أمن من الأمور والبنانيين يحولوها من القطرية الوطنية إلى العالمية الدولية إلا إذا مؤسسة الناس يؤمن أنهم يفكرون دواقنا الناس الانترنشل و هذا يأخذ سنوات. this takes years to achieve. لايسه بين عشاية مضحاية. not between a day and night. تمشي في مسيرة نجاح وإخفاقات السنوات بناء علاقات تواصل وتكامل وتفاعل مع الآخرين سواء كانوا حكومات أو كانوا جمعيات أخرى أو كانوا مؤسسات دولة وهمية فالعالمية لا تمنح لأحد لمبلغ معامل المال تمنح لمن بناها في مسيرة بناء مؤسسة فالعالمية تمنح لذين تنظروا هذه المنظمة المنظمة في المنظمة المنظمة تنظروا هذه المنظمة تنظروا هذه المنظمة سنرى أنه يكون هذا المشكلة المشكلة خطر سيكون الله خيام